ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وعبر الزياني عن أمله بأن يحقق أعضاء اللجنة الجدود المزيد من الأهداف الطموحة في مختلف مجالات المواصفات والمقاييس بشكل خاص والمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بشكل عام وصولا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يعزز موقع البحرين الاقتصادي والاستثماري إقليميا ودوليا كما تم خلال الاجتماع اختيار نائب لرئيس اللجنة وتم الاطلاع على إنجازات الدورة السابقة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والتي تضمنت تحويل 26 مواصفة قياسية وطنية إلى لائحة فنية وطنية وتبني 33 مواصفة قياسية دولية وخليجية واعتمادها كمواصفة قياسية وطنية كما تمت الإشارة إلى اعتماد عدد من اللوائح الفنية والقرارات ذات العلاقة ترجمة نانسي قنقر